صحة يدلوقتي طبعا تبحث فيه وتوريه طبعا بأسد ذا هي القرار يا دكتور قرار وزارة الصحة المصرية ولا منظمة الصحة العالمية يعني القرار دا المصرية 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 لان هنجرب على ناس في مصر نفسها تمام بس بعد ما نطمن تماما على نجاحه بنسبة 2% على الحيوانات وانه لا أعراض جنبية أو أضرار عند استخدام هذا العلاق بالضبط مضبط امتى يتحول المستوى الدولي الدولي بقى تتوقف على كل دولة تشوف هما يقرروا هما لنفسهم أنا معلومات انه فيه فريق بحثي أمريكي كمان شغال على نفس القصة العالم كله شغال على الحاجات دي كلها فيه أنا نشرنا أول ما نشره على طبع الدهب دا تقريبا 11 سنة فاتت 12 سنة تقريبا 12 سنة فاتت في مجلات أمريكية في مجلات أمريكية فبالتالي هم كمان شغالين على نفس القصة أكيد أكيد وكل دولة هي بقى اللي بتاخد قرارها حتى تقدم لفين وإمتى وتقنن إمتى بناء على وزارة الصحة بتاعتها أو المنظمة الطبية بتاعتها صحيح ممتاز قبل منسيب الدهب الدهب له حاجة تانية بيعملها في العلاج ولا هو قضاع دا لنا بنشكره يعني بس يكمل على كده دا اللي عايزين نوعاد ترجمة نانسي قنقر